ثامنا صباحا بتوقيت القاهرة السادسة بتوقيت جرينيتش موجز الأخبار من التلفزيون المصري أهلا بكم أكد الرئيس عبدالفتاح السيسي دعم مصر لجهود تعزيز التواصل والتعاون البرلماني بين الدول العربية بما يسهم في تبادل الخبرات ودع في عملية التكامل بين الدول العربية وخلال استقباله وفدا من رؤساء المجالس والبرلمانات العربية ورؤساء الوفود المشاركين في المؤتمر الخامس للبرلمان العربي ثمن الرئيس السيسي قرار البرلمان العربي بشأن التركيز خلال الدورة الحالية من المؤتمر على موضوع الأمن الغذائي كما أكد الرئيس السيسي أهمية الحفاظ على التكاتف بين الدول العربية معربا عن حرص مصر على تعزيز العلاقات العربية المشتركة ودعم جميع الدول العربية في مساعيها لتحقيق الاستقرار والتنمية مشددا على أن استقرار وسلام كل دولة عربية هو استقرار وسلام لمصر وجه رئيس السيسي بالاستمرار في تنفيذ الخطط الوطنية المتعلقة بتعزيز دور الطاقة المتجددة وتعظيم قيمتها لتزويد وتنويع مصادر إمدادات الطاقة التي تعتمد عليها عملية التنمية الصناعية والزراعية والعمرانية في مصر وخلال اجتماعا ضم رئيس مجلس الوزراء مصطفى مدبولي ووزير الكهرباء والطاقة المتجددة محمد شاكر وجه رئيس السيسي كذلك بمواصلة وتعزيز الجهود في هذا السياق في ضوء القيمة المضافة المتنامية لمشروعات الهايدروجين الأخضر وصرح المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية بأن الاجتماع شهد عرضا للموقف التنفيذي لعدد من المشروعات الجارية تنفيذها في قطاع الكهرباء لا سيما التي تعتمد على طاقة الرياح والطاقة الشمسية بالتعاون والشراكة مع الخبرات الأجنبية وذلك في إطار استراتيجية مصر للطاقة المتكاملة والمستدامة التي تهدف للوصول إلى نسبة 42% للطاقة المتجددة من مزيج الطاقة الكهربائية في مصر بحلول عام 2035 يفتتح اليوم الرئيس عبدالفتاح السيسي الدورة السادسة من معرض ومؤتمر مصر الدولي للبترول إيجبتس 2023 وتقام فعاليات الدورة الحالية خلال الفترة من الثاني عشر إلى الخامس عشر من فبراير برعاية الرئيس السيسي تحت عنوان شمال إفريقيا والبحر المتوسط دعم العرض والطلب العالمي على الطاقة المستدامة وأكد وزير البترول والثروة المعدنية طارق الملة أن الحدث الذي تنظمه مصر سنويا ويحظى برعاية وتشريف الرئيس عبدالفتاح السيسي يؤكد حضوره القوي عاما بعد الآخر على الساحتين الإقليمية والدولية باعتباره منصة مصرية تجمع قادة صناعة الطاقة والبترول على مستوى العالم ويستهدف إلقاء الضوء على الفرس الاستثمارية بمصر أكد رئيس مجلس الوزراء مصطفى مدبولي أن الصناعات الغذائية تغطي السوق المحلية لافتا إلى أن الحكومة تستهدف تصدير المنتجات للخارج جاء ذلك خلال مؤتمر صحفي أقده مدبولي على هامش جولة تفقد خلالها عددا من المشروعات الصناعية والعقارية بمدينة السادس من أكتوبر وشدد مدبولي على أن الدولة ملتزمة بتغطية الطروحات التي تم الإعلان عنها مؤخرا لافتا إلى أن الدولة تعمل على تعزيز الشراكة مع القطاع الخاص شارك وفد من تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين في المؤتمر السنوي للمجلس المصري للشؤون الخارجية تحت شعار تداعيات الحرب في أوكرانيا على الأوضاع في منطقة الشرق الأوسط ومصر وتضمن المؤتمر عدة جلسات حول تداعيات الأزمة على تنافس القوى الكبرى في المنطقة وتداعيات على الدول العربية ودول الجوار انتهاءا بالتداعيات على مصر أعلنت منظمة الصحة العالمية أن عدد المتضررين من جراء الزلزال المدمر الذي ضرب تركيا وسوريا بلغ نحو 26 مليون شخص محذرة من تضرر عشرات المستشفيات وأطلقت المنظمة التابعة للأمم المتحدة نداءا عاجلا لجمع 42.8 مليون دولار لمساعدتها في تلبية الاحتياجات الصحية الطارئة والكبرى وكانت المنظمة قد حررت بالفعل 16 مليون دولار من صندوق الطوارئ التابعي لها وتفيد تقديرات منظمة الصحة العالمية بانهيار أكثر من 4000 مبنى في الزلزال وبتعارض نحو 15 مستشفى لأضرار جزئية أو كبيرة أصدر الرئيس الأوكراني فلودمير زيلانسكي مرسوما بإقالة مسؤول أمني كبير وقال إن مساعيه لتطهير الحكومة مستمرة وأقالت السلطات الأوكرانية عشرات المسؤولين في الأسابيع الماضية وفتحت تحقيقات في إطار حملة واسعة النطاق في المخالفات وأقال الرئيس الأوكراني راسلان جوبا من منصب نائب قائد الحرس الوطني وفقا لمرسوم موجز صادر عن مكتب الرئاسة الذي لم يذكر أسبابا لهذا القرار قال الرئيس وزراء كندا جاستين تردو إن طائرة مقاتلة أمريكية من طراز F-22 أسقطت جسما غير معلوم كان يحلق فوق كندا وأضافت ردو أن القوات الكندية ستنتشل وتحلل حطام الجسم المجهول الهوية وذكرت ردو أنه تحدث مع الرئيس الأمريكي جو بايدن بشأن الواقعة وذلك بعد يوم من إصدار بايدن أوامر بإسقاط جسم طائر على ارتفاع عال انتهك المجال الجوي الأمريكي فوق المياه الإقليمية بالقرب من ولاية ألسكا انتهى موجز الثامنة وعودة لاستكمال باقي فقرات برنامج صباح الخير يا مصر بعد الفاصل